أنا أرد أقول بعد 2016 خصوصاً كانت أكو خطوات وخطوات جدية حقيقة في هذا المجال شاهد كلامي كثير من التطبيقات نزلت في موضوع الحوكمة الإلكترونية منها ما شفنا حقيقة وتفاجأنا من الناحية الشخصية في موضوع مثلاً البطاقة الموحدة على سبيل المثال هذا كان أحد المشاريع الرائدة اللي حقيقة لمسها المواطن أنه أنت خلال ساعة زمن تطلع بطاقتك الموحدة بموعد قصدي أكو خطوات ولكن أنا أعتبرها قلت جنابك متأخرة نعم أنا أعتقد هي متأخرة متأخرة لو فتية لا أنا أسميها متأخرة السبب أنا أعتقد إحنا يحتاج أنه ثورة في تكنولوجيا المعلومات ثورة ثقافية في تكنولوجيا المعلومات هي إحنا كنا قادرين على استخدام التكنولوجيا التكنولوجيا بسيطة دليل كلامي أنه حالياً إحنا ما نقدر نستغني عن تليفوننا النقال على سبيل المثال نسينا التليفون الأرضي اللي كان يعني موجود على سبيل المثال السبب لأن هذا نطاني كل اللي أريده أنا أقدر أتصل بي إضافة إلى أقدر أتواصل بكل طبقات المجتمع بي أقدر أكتب كل شي بي أقدر أرسل كل شي بي استثمر الوقت بي بالتأكيد بالتأكيد هو مو بس قضية استثمار وقت حقيقة هي استثمار كل الجهود يعني أنا وين ما أكون يعني قاعد في مكان بإمكاني التقديم على أي شيء أنا أريده أو أنه أقدم على يعني حتى فرص العمل حتى إلى آخره هي ليست تجربة فتية ولكن أنا بأتقادي يحتاج أنه ثورة ثقافية في هذا المجال كيفية استخدام التكنولوجيا أو تضافرها للوصول إلى خلينا نقول